مش كل إنسان بيتعرض لبلاء بيحرم بسببه من الرضا في ناس كتير عدد بابتلاءات وبتلاءات شديدة وطالعين قلبهم مع الله سبحانه وتعالى لكن يبدو إن في أسباب في رحلة حياة البني آدم بتتراكم في قلبه بتخليه على حفة الصخط على رأس الأسباب دي التربية القاسية بالذات من الأب الإحصائيات والدراسات اللي بتتكلم عن أزمة العلاقة مع الله بتقول إن كتير من الناس اللي زعلانا من ربنا خلينا يستخدم التعبير الدارج ده أصلا زعلانين من أباهم لأنه بينشأ في سلطة الأب والأمة فيها قسوة فده بيديله كراهية لفكرة السلطة عموما لغاية ما يبقى زعلان من سلطة ربنا سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض لشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كي دائما يوصي الأب والأم برعاية وحماية وإكرام ورحمة عيالهم فقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول يعني يكفي الإنسان إثم يهلكه في الأخرة أنه يضيع اللي هو مسؤول عنهم وأهمهم أبنائه وأكبر ضياع مش ضياع بس الأكل والشرب ضياع النفسية وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راعي نشوف الرعاية في الكلمة مش كلكم مثلا إيه صاحب سلطة لا لا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياته وأهم ما في الرعاية هي الحب والحماية والرحمة فلما التربية بتبقى شديدة بيطلع الولد والبنت أصلا شايلين من فكرة الكبير اللي بيرعاني اللي كان قاسي علي لغد ما ده ينعكس لو حصل من ربنا بلاء وربنا اللي بيرعاني ينعكس على شيء من حرمان الرضا عن رب العالمين السبب الثاني هو التعرض لبلاء عكس الوعد الرباني تعريف الرضا في وسط الناس بينهم وبين بعض هو الفارق ما بين التوقع والأداء فأنا لو فيه منتج معين أو شركة بتقدم خدمة أنا متوقع مستوى معين جي المستوى كده يبقى ميد فل ورضا لو متوقع هنا جي المستوى هنا يبقى فيه غضب وصخط من العميل على المنتج أو على الشركة خد الكلام ده وطبقه على علاقتنا بربنا لما ربك في القرآن يوعد بوعد معين ومثلا ومن يتقل لا يجعل له من أمره يسرى ومن يتقل لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أن يكفيه لما ربنا يوعد يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نوضيع وأجر من أحسن عمله فواحد يضحي علشان يرضي ربنا أو يشتغل ويكتهد علشان نقرش الحلال ويتأخر شوية الفتح والرزق من ربنا ويشوف النعم دي في إيد ناس يبدو بالنسبة له لهم ما مستحقوش إيه الحكاية؟ ربنا ما وعدش بكده اللي حصل في الأقدار عكس اللي ربنا قال عليه فيبقى المتوقع طلع أعلى من اللي حصل بالنسبة له في الواقع في الفترة دي إلى الآن فكرك بالآية لما ربنا قال سلط الأحزاب المسلمين طلعين سنة ثلاثة من كسرة كبيرة في غزوة أحد ومقتل سبعين صحابي يجي بعد كده سنة خمسة يهجم عشر تلاف مشرك على المدينة وإحنا أصلا عددنا ألف تقريباً أو حاجة زي كده أو أكتر شوية إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار بشر نحن كده ممكن يبيدون كلنا وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك بتلي المؤمنون وزلزل وزلزالاً شديداً المؤمنين الصادقين ظنهم إن ربنا هيكرمنا وبعض الناس كان ظنهم إيه ده إزاي ربنا يسيب الشر ده كله علينا وتظنون بالله الظنون هناك بتلي المؤمنون مش أي حد بيستحمل إن يحصل حاجة وإحنا كويسين ونعبد ربنا وبنشتغل وبنطلب الحلال وبنضحي عشان ربنا يقب راضي عننا وتحصلي الأزمات دي ساعتها البني آدم بيبقى بيخاطر بالرضا وبيحرم الرضا بعد طول البلاء ده مش كده ولقيت نفسك كده ولقيت نفسك ده مؤثر على عبادتك ومش عايز تقوم تصلي وبتتكلم عن واقعك بمرارة وكأنك بتشتكي الله للعباد وقف هنا فيه حرمان للرضا بسبب البلاء وإنت محتاج ترضى لأن الرضا ده هو أحد أسباب أصلا رفع البلاء وهنا لازم تبدأ رحلة الترميم ترجمة نانسي قنقر